اشتركوا في القناة على مستمع مدينة الدار بضاء من أجمع نقشة القضية دينا السيد جواد رصام نائب رئيسة مقاطعة سيد بليوت بمدينة الدار بضاء وأيضا سيدة زور حليم رئيسة الإسلاف المجتمع المدني بحي الحسني بداية سيدة زور مرحبا بك شكرا أستاذ حمد بستعال التعوى مرحبا سيد جواد مرحبا بك خيرا لإخوان فانفات بريس على استضافة سيد جواد سلطة تحركات عساني مجديد أجل تحرير الملك العمومي وهي الإشارة ليست الحملة الأولى التي تتعرف مدينة الدار مكينة حملت كثيرة ولكن سعران ما تتوقف كيف رأيك هذه الحملة الأخيرة التي أثرت مجموعة من الجدل في الأيام الأخيرة وكيفما كل المواطنين وكل المتبعين دينا المحلي فعلا شفنا هذه الحملة بشكل كبير في مختلف مقاطعات دينا بطبيعة الحال هذا الشيء ليس شيء غير خصويت داره بها هو من المفروض من الاختصاصات دي القياد ودي السلطة العمومية أنهم يقولون بهذا الجانب هذا وبهذا العمل هذا بشيء تعني أنه تل القدوم ديال الوالي الجديد واللي كان نعرف واللي بأنه فعلا كان العمل دياله في مناطق أخرى كان عمل إيجابي اللي كانت من ناولو التوفيق كذلك في مدينة الضرب هذا الغول كبير اللي كان يقدر أنه نشوف نتائج حسنة بالنسبة لك يا أستاذة زهور يعني شنو رأيك فهذه الحملة الأخيرة التي تتسكن للكيناء في مدينة الضرب هذا الحملة أنا كنقول بأنها حملة آنية يعني الظروف الحالية اللي كعيجة المغرب ضروري تكون خصوصاً مدينة الضرب المدينة الغول يعني اللي هي القلب النابد للمغرب وهذا احتلال الملك العمومي ره تفشى بوحد طريقة اللي هي كبيرة بزاف يعني على جميع المستويات ولينا كنشوفه أن مدينة الضرب بقدش مدينة والتي كنقوله قرية كبيرة وكيف ما كان قل كيف ما قال صاحب الجلال في خطاب دياله يعني ضروري يخصنا نوع من الجدية نوع من يعني نوع من العمل جد يعني باش نعطيه واحد صورة اللي كتشرف الناس ديال خاصة عندما الضرب يضعطوا جلال أنظار يعني كأس إفريقيا كأس إفريقيا وكأس العالم هذا يعني كيستدعي منا أننا نعطيه واحد صورة مشرفة للمغرب يعني الدربدة والمغرب بصفة عامة وحنا مقبلين كذلك نحن الآن بأوراج كبير نقوم بأوراج كبير على المستوى الدربدة اللي كتتطلب أننا القطع تام مع العشوائية ومع احتلال الملك العمومي ومع مجموعة من الأمور القطع التام مع العشوائية اللي كما قال أستاذة ظهور بالنسبة للأسلوب بتاع التعامل مع الحملات هو اللي خص يكون ولا خص نفكره أضلا في تنظيم هذه القطاعات لأنه ولا فارد رأسه أولا يعني ما إلى قد نظره نظره على أن أربيتها الآن تعيشوا أحد نوع من التريف التريف بمعناها من يمكن أن نشوف هذا البعاء الجائلي لكن نظره على الملك العمومي أو احتلال الملك العمومي لا نقصوش بغير البعاء الجائلين هناك قطاعات التي هي منطمة وتقوم باحتلال الملك العمومي بطواطئ إنتام مع جهات مؤينة لا داعي لذكرها الآن ولكن كل الجهة عرفة في كيف تحمل مسؤوليتها إذن إلا أننا ندره على تحرير الملك العمومي قد يكون شامل مدينة الضربضة الآن تحتاج أنها تعود الضربضة فعلة الحقيقة الضربضة اقتصادية الضربضة مدينة الرقمية الضربضة التي هي سياحية نظرة للمعالم الآن نشوف هذه الحملة وما نكون إلا أننا معها لكن ماشي بهذا الشكل هذا أي حاجة لقد نجي وكان نقصدها بواحد الشكل لي هو أشوائي سيكون عندهم مخلافات وأكبر دالين وهو العمل اللي شفنا الآن والمسيرات اللي عمرها مدار هذه الباعة الجائنة وترفعوا فيها الشعارات وترفعوا فيها الشعارات اللي ربما كانت تحيلونا إلى زمن معيان وبالتالي خاص المسؤولين سلطة المحلية أنهم يدروا نقطة تفهم الآن كيف ذلك إلا بغنا نحيدوا هذا الباعة الجائلين أو نحروا الملك العمومي خاصة تكون مقاربة جماعية يشارك فيها الجامعة سلطة المحلية مجالس محلية جمعيات جمعيات الباعة المهنية وبالتالي ندروا تنظيم لأن لا يمكن أننا نحيد هذا العدد ونحن نرى أن في المغرب كان 4 مليون من الباعة الجائلية 4 مليون من الباعة الجائلية 4 مليون من الأسار 4 مليون من الأسار إلى دننا كل أسرة فيها 4 مليون من الأساكين المغربية هذا اقتصاد غير مهيكل ولكن عاطق المغرب لا يخلص عليه والو لا يعطي فلوس لا يخلص أجور إذا نحن مقاربة فعلا كان شعلا هذه المبادرة الوطنية ننظمت لذلك الجانب هذا ولكن لا يخلص شيء الذي أعطينا هذا الجانب وهذا السكوت للسلطات على الهجرة القراوية التي أولئت هنا ومن أن نرى تجد عدد كبير من الباعة الجائلية هم ناس جائين من من مناطق أخرى إذا لا يجب أن التعامل مع الناس لا نقول أن نحي دوم تنمية في المناطق الأخرى لأن كل شيء لا يجب على القرامة الإنسانية يجب أعرف كيف يعيش هذا مقاربة جائين مع الباعة المتجولة المتجولة ومع المتجولة المتجولة تتعيش مع في الأشياء ترى أن تنظيم الباعة المتجولة إما في الأماكن التي تكون فيها إما على طريقة أسواق نموذجية ورش عن أسواق نموذجية قبل أن هم مواطنين مغربي أصلا مواطن مغربي تقول لك تحتشعار يعني أنا مواطن مغربي تحتشعار الله الوطن المالك قبل أن نهضر على احتلال الملك العمومي وإشنا هو الحل دياله نعرف بأن كان وحد تماطل وكان وحد تماطل كبير زماني في وكان ضبطوها وكان نظموها ما كان لأن هذا حق مفروض حق مفروض أن نبيع مثلا في الراشة أو نبيع في الروسة هذا شي ملك ديالي من اللي تتحدث معك يقول أنا أشنو غادي ندير أعطيني أشنو غادي ندير أنا كن وكل من عائلة كن عيش من ولدات كن قرر من ولدات إذن إذن أشنو ممكن فين كي الإشكال هنا سنقع في الإشكال كبير يعني أشنو هو الحل الحل راه كان واحد الحل يدرج حلادي ولكن فاش كن جيو دابع وكان قوم ومثلا نشكر سيد الولي على هذه الحملة ما كان مشكل ولكن بهذه الطريقة يعني كتجي بواحد طريقة مستعجالة إنسان مفرس ومتعود كتجي من النهار وليلة كتحيد لواحد مصدر الرزق وديل العيش يعني واحد النقطة فراء نحن نفضل هذا الذي نخاف منه كفائلة جمعوية ونرى اسميته أننا نعيش بواحد الاحتقان أولا مثلا إضرابات التعليم العمومي ثاني نطنع التحرير الملك العمومي يعني هذه الناس لا أخرى هي مضلومة المسكنة الحي يعني الناس كنا أسواق وسط الساكنة الحي تتبقى يعني ما تتعرف هم ستتجدون هم ستتجدون الأسواق هذه نحن نفس شيء أنا كمواطنة نعاني من نفس الشيء ولكن من التي تنجول لا قدر لك أنا مواطنة ولكن حقوقية لا قدر لك مثلا أنا لا سنريح هذا الفعل لأن نحن نسعى ومدينة تكون في الجمالية وروقية التي تستحق فعلا مدينة الدرب ولكن هذا لم يوصل لغير دابة ستكون مجموعة ترك قبلية التي تتضرب فيها بيد من حديد ويحتل دابة ويجعل الحل هو تنظيم ساعد الباع المتجول تنظيم وقت معين وخلق أسواق لموذج جديدة مدينة فيها مدن تختلف الثقافات من كل منطقة لأخرى الحل كنا العمال كل عامل يمكن يلقى الحلول المناسبة لها كيف ذلك على سبيل المثال أنا كنت نقترب في منطقة التي هي منطقة السيد مهروف وكروف ها وهجوم كبير على الحي السكان الذي فيه عدد كبير السكين ويجاء الباع الجائلين وكتشف أن الجائلين للسكينة لم يجد خدمة والقوارس ومريض الحقيقة وكان واحد وافد على هذه المنطقة وفعلا كانت مقاربة تشاركية بيننا وبين السلطة وصلنا بعض الحلول أولا المنطقة سيحيد وبالتالي لقى حيدنا واحد سوريا لا يمشي لمنطقة ديالتو باش هذك العامل هذك المنطقة اللي في الساكن قدرت يدخلو في المنظومة والتنمية والساكن المنطقة لتجد الحل إمكانية الأسواق النموذجية أو تنظيم لهم قصمنا على الأحياء وبين قصمنا على الأحياء أشعطت النتيجة كلها قادر نفع واحد كبير يصير ولو الساكن التي يراقب لأش لأن ملا يتقدم لهم ومراقب لهم لا يجعلون الفوضاء هناك بعض ضواهير أخرى لكينا غير البيع وشرا هما كان الباع المخدرات تم سوق الضعار تم كل شي تقبى في الفوضاء الذي كينا حاول ننشط هذا الجاني بعد وكل مراقب كل الساكن مراقب للغضاء للغضاء من تنمية ذاتي وابقا بشي تجمع مؤين في واحد البلاصة وهذه العمليا وكانت تكملات لأنها مع كل أسف كانت تغيير قائد المنطقة وعمال تبدلات وعطت نتائج أخرى رجعت لها إذا الحل كان العمال بهذا الشكل يتعامل مع أما أن ننجي وننجي وقانون المنزال أصلا لا يوجد سميتها باع عجائلين هذا مستقر مستقر هنا 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 ونجي 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 السلطات المحلية تتعامل مع كل منطقة ونجي 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 لأن ينعاكس لأن نعرف على السيد الوالي لأن يقول الوالي ونجي ونجي نعرف راكين قبل من أن ونجي 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 لا نطلب نحن ونجي لم يكن لماذا تتعامل على مدينة الضابدة؟ ولماذا تتعامل على باقي المقاطعة الـ 15؟ بالنسبة لتجربة الأسبق النموذجية هي نجحت في مقاطعة سيد البرنوسي ولم نجحت في مقاطعة الحي الحسن لا نجحت لأننا لا نجحت لأننا نحتاج لباعة المتجولين لا نريد قانون تنظيمي وكيف قال الأستاذ سلطتها يحتاج إلى الدخل لذلك يلزم اليوم أنهم يبقوا في هذه الأسواق الناموذجية وكيف يعطي أن المحلات في الأسواق الناموذجية تستفيدون من الناس الذين لا علاقة مع الشراء؟ ممكن، هذا هو حكاين لماذا نقول لك؟ هنا خصنا قوانين تنظيمية وخصنا تكون لدينا رؤية تكون واقعية لأنهم لا تريد أسواق الناموذجية كيف تكون لدينا رؤية تخرج من هذا المؤذج؟ الباعة المتجولين؟ هذا الموضوع صعيب لأننا لم نرى الباعة المتجولين لأنهم يقومون بها العمليات لأنهم يقومون مجازين يقومون باعة المتجولين واحد المرة لقيت أنا يا أستاذ تبارك الله نجح في امتحان المحامات يبيع الملابس المستعمالة لماذا لا يدخل المكتب تمرير المحامات؟ لا يوجد سبعات المليون لدينا هذا يعني رأيك هنا وضعي لها شاشة كان وضعي هشة صعيبة جدا وليس نرى الإمكانيات لرئيس الجماعة ولدي المقدرة وإمكانيات محدودة وكتقاطع مع الصلاحيات المعطية للعام بالفمسيني هدرت على أنه جعلت لأنه مستشار الجماعي ونائب تاع هدرت على الأسواق العشوائي لا ترى أنه استغلال سياسي لهذه الأسواق العشوائي لأنها أوراق انتخابية بالنسبة للمستشاريين بالنسبة لرؤساء المقاعدات في المنطقة التي لدينا يمكن أن يكون أكبر عدد من الأسواق التي كان في الضرب وهذه الأسواق لدينا فيها واحد لأرت وهو سيليبي ولكن سيليبي أكثر ولكننا كنت هنا أن نشاهد القانون يعطلين أن هناك استغلال الأسواق فلما هدرت ضرب اللقطا نستغل البحث في هدique لأنه عنده عشرين محال. ولكن عندما يتحقوا واحد بسميته. لذلك نوع من الاحتيال على القرى. كيف يمكن؟ لم أخول الرئيس الجماعة أنه يمشي كهوانت يقوم ديبوات. يمكن أن خولوا الرئيس المقاطعة أنه المحلات التي لا تستغلوش يتعاودوا تركيبيرا وتعاودوا أنهم يتعطاو للناس اللي محتاجين. يمكن أن أذهب في السوق من الأسواق التي لدينا وهو السوق من مراكش. كان سابقا نصوبه بشكل شكل شوائي. الآن في إطار الاتفاق مع العملاء. سنعاودوا تركيبهم وفضاء آخر. سننهيئوه ونستغلوا الساقين الباع الجائلين. ولكن هؤلاء الباع الجائلين أكثر من العرض التي لدينا. هذا هو السؤال لكي نخصمه السيجاوة. الباع المتجوية في الدار بيضاء. ما هي الأسواق الناموذجية؟ نعم. أريد أن الأسواق الناموذجية كافية. يجب أن نحول الاجتماعية. يجب أن نقضي البطالة. يجب أن نكون مجموعة المشاريع. يجب أن نكون مقدمين في الدار. يجب أن نتخدم لنا أوراش. يجب أن نقضي البطالة. يجب أن نقضي البطالة. يجب أن نقضي البطالة. يجب أن نقضي البطالة. لأننا نقضي البطالة. أسواق نموذجية غير كافية وحتلوا العقاري مثلاً اللي غادي نديرو في أسواق نموذجية ما بقاش عدنا رف الحي الحسنية قليل دكشي بش رح نديرو أسواق إذن أشنو خسنا الدرب من حديد على البطالة يعني هذا وليكين خسنا نخلقوه فرص الشغل خسنا استثمارات كبيرة وراها الدربة مقبلة لستثمارات كبيرة ومن هكاس العالم راها غادي نجلبوا غادي نخدموا في مشاريع اللي ربما غادي يقدر نتمنوا أنهم يوضفوا أبناء المنطقة في هذه المنطقة المسائلة كيف نختموه الحلول الجدرية أنا أشعر كين أنا جوج أنواع كين للوالي يعطي العمر دياله للعمال باش كل واحد يتحمل مسؤولاته في منطقة ديالتهم والحل الثاني وهو أنه يكون هو حل أفوقي لأن الوالي وحده ممكن خصوه يغضر مع وزارة لأنه لش كنقولوا نحن تريف الضربدة خصوه رجعوا لتانورمال دياله خصو الناس لما كينش يولد الضربدة رجعوا للمناطق دياله ولكن تكون تنمية في المناطق هذا هو الحل وإلا الضربدة تقولوا بخلق أخرى تنمية هذه المناطق باش الناس ديالهم يرجع لهم هذا الضربدة ما غاد تقدرش إلا الليدر تيليها كويعاء ما غيقدرش يتحمل هذا شي كامل وكين عدنا مشاريع كما قالت الأخت مشاريع اللي هي كبيرة داخل الضربدة خاصنا ننتقروا فيهم الناس هات الشباب هادو يدخلوا على الأقل مننا ننتقلوا على الأقل واحد فئة كبيرة أنتقلنا في هذه المشاريع البنية السياعة يعني كثير من الحويجات ما شيء تبقى كان نجيبو أو تاني الناس ديال البرة هم اللي تيشتغلون نعيها وهذا كان نشوف هذه الحلاش لأنهم تناخدهم بواحد كلوفة اللي هي قليلة وبالتالي كانوا يتضرب بسيب بورطيها في السكان ديالهم في التلويت ديالهم وفي التنفل الفوضى بعض أوقات ديالهم ما تقول لشي بطبيع ما تقول لشي أبلا كيرا ما تقول لشي تفضل في التأخير بنسبل أنا تنقول بأن ديحتيلة لملك العمومي راكف قال الأستاذ يعني رخص تدخل على أعلى مستوى يعني الوزارات وهذا يقوموا بد المسائل يعني تشغيل بإستافة الحويج يعني عندما تنزلون الدار بيضا نعم عندهم أغلبية في المجلس مدينة عندهم أغلبية في الجهة عندهم أغلبية في حكومة وعنهم أغلبية عن الكرة في مرمو نحن نتمنى نتمنى أن تكون عندهم واحد الاتفاة التي تكون جدية تحتشعر دائما لجدية وحب الوطن وحب البلاد وحنا دائما نستعول الأفضل يعني نستعول الأفضل وتفضل في خصوة الأستاذ فنجل نختمه لأن أعطيتي واحد طلب وهو بعيد لأن الآن تنعيش واحد ضايرا يالله البارح سوط المجلس مدينة ويصيروا الشأ المحل في الضربدة سوف ينفع سياسة تبطيل يعني البطالة يزيدوا لأنه لقدام فعض رحبادي العبوب وإنما ستخرجوا مبراش ستطلب منهم ستطلب منهم من غير رئيس موضوع خاصة سياسة لأنه تكون طبيعا الحال مهمة والذي يضمن الضام الوحيد وهو جلالة المالك لأنه هو الوحيد الذي تعلقين به المغاربة لم يكنوا أنهم يجعلون له التنزيل الحقيقي لماذا؟ لأنه الخلافة وإمكانية لا الفكريات ولا الاقتصادية ولكن لا أعرف لا أقعد رأيش نحن نريد المصلحة العامة أنه أي مسير أو أي شخص في منصب قرار يريد أن يأخذ نصب الأعيون من المصلحة العامة على المصلحة الخاصة يكون على أي حزب سواء من أغلبية أو من أغلبية شكرا شكرا جزيلا نصد زهور على قبول الدعوة سي جواد شكرا جزيلا على قبول الدعوة متتبعي قناة أنفاس بريس إلى اللقاء في حلقات مقابلة إن شاء الله من برنامج كازا سيتي